وهذا هو الهوست. يمكن أن يكون هوست بهذا الشكل او اي بي. واهم شيء يلزمنه الناد اي بي للشبك عليه. والباسرل او كلمة المرور. فنذهب الى البورشل الموجود عندنا. نعمل كلير. او نحتاج لنا شبك على السابق. طبعا اذا بتذكروا في السابق. نحن عملنا نعملنا ssh keygen حكا لانه في باث هنا على ssh. هذا هو الباث اللي احنا بكون فيه موجود بالعادة الكيز. لان احنا راح نيجي ننسخ ال my server هذا الكي الموجود هنا النسخناه منه في السابق. راح ننسخه. ونعمل لسق هنا. وراح نشبك على السيرفر اللي احنا. عشان نشبك على السيرفر الخاص فينا هنا. بنزلنا طبعا نشبك على اسم المستخدم الخاص بالسيرفر. طبعا احنا اسم المستخدم الخاص بالسيرفر بالعادة بيكون root. عشان نشبك نيجي هنا في البورشل. طبعا نعمل ctrl c clear. اه بتشبك بتحط ssh. بعدين تعطيه الروت. user root. بعدين نشبك على الاي بي. هاي الاي بي اللي عندنا. بنعمل انتر. لما نعمل انتر. مباشرة اول ما نكبس على انتر. اه راح يشبك معنا على السيرفر. طبعا اكبس انتر. هلا ايش بيحكي لك اريش شيروان تيكنتينيو. هلا مباشرة اول ما تكبس انتر. خلان نشبك على السيرفر نحنا هلا. على البورشل. اكبس انتر. هنا يس. هلا اول ما شبكنا عملنا انتر. مباشرة. مباشرة راح حكالي عمل اشي اسمه نون هوست. هلا ايش النون هوست. النون هوست هي عبارة عن السيرفر. بعدين بيضيف لها البابليك كي او الكي اللي موجود عندنا هنا. فهلا الان احنا نشبك على السيرفر. بحكي لي انتر. طبع الباسورد بيجيبها من خلال لوحة التحكم موجودة هنا. نعملها كوبي. وبعدين منعملها لصق هنا. طبعا اذا كتبت اكثر من مرة محيها. تقدر تجرب تعملها لصق من هنا ما نسخت معنا فبدنا ننسخها كوبي. تاكد انك نسخها صح. وهنا اعملها لصق. طبع ممكن تعمل لصق هنا تيجي بيست. ممكن ما تظهر معك بهذا الشكل. فيفضل انك تيجي تعمل دائما سلكت اول. تحذف كل الباسورد. بعدين تكبس على الزر اليمين عشان تعمل لصق. لهو راح يعمل لصق بس انت مش راح تشوفها. احنا راح نعمل لصق نكبس انتر. مباشر. ممتاز. فالان شبكنا على السيرفر زي ما شايفين اسك اه روت ات اسك براي. بقدر اعمل كلير. و الاس مثلا داش اي راح اعطيني كل الملفات على السيرفر. بقدر اروح على روت سي دي روت مثلا. فور سلاش. الاس داش اي. شوف كل الملفات الموجودة على السيرفر. فهيك احنا شبكنا على السيرفر. طريقة حلوة وجميلة. ففي الدرس التالي راح نرجيكم كيف ممكن نحسن عقلية الاتصال على الفي بي اس تكون بشكل اقوى و اجمل. اه فمتمنى يكون درس علينا العجابكم و مشرحنا لكم كيف نستخدم الكي. عشان شبك على السيرفر. وايضا اه كيف نستخدم الاس اي سيتش عن طريق الاتصال على السيرفر. راح نحسن من الكونيكشن فلو في درس التالي. شكرا لكم متابعة.